أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن انطلاق البرنامج التدريبي صيفي لشباب الدارسين المصريين بالخارج في الهيئة العامة للاستثمار يأتي ذلك ضمن برامج تدريب التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية والشركة الخاصة في مجالات متعددة بهدف توفير الخبرة العملية والميدانية المطلوب لدارسين بالخارج من جانبها قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ان الدارسين الحاصلين على فرصة للتدريب بهيئة الاستثمار وفقا لتخصصاتهم العلمية تم تقسيمهم لأربع مجموعات وذلك حتى يستطيع المتدرب الإلمام بأكبر قدر ممكن بما تقدمه الهيئة من خدمة